فهي مصممة بشكل جذري لتكون نقطة انطلاق واستلهام لموديلات الشركة المستقبلية سيارة انسبشن مشاهدين تعتمد على المنصة الكهربائية المستخدمة في جميع علامات مجموعة ستايلانس حيث تأتي ببطارية 100 كيلو واط في الساعة بمدى ممتاز قدره 800 كيلو مدر للشحن الواحدة كما تدعم الشحن الفائق السرعة لشحن 150 كيلو مترا من المدى خلال 5 دقائق فقط سيارة انسبشن مزودة بمحركين كهربائيين بنظام دفع كلي وقوات اجمالية قدرها 680 حصانا وتسارع من السكون الى 100 كيلو متر في الساعة في اقل من 3 ثوان فقط ما يجعلها السيارة الاقوى في تاريخ بيجو بالطبع اذا تحولت هذه الارقام الى موديل انتاجي فعلي السيارة الكهربائية تأتي بانظمة تحكم متطورة بالاشرة عبر اسبوع الابهان فقط للتحكم في التكييف الراديو ودرجة الصوت وغيرها من الاعدادات كما تأتي ايضا بكمية هائلة من السطوح الزجاجية وانظمة القيادة الذاتية من المستوى الرابع المتطوري للغاية مع ذلك مشاهدين تعهدت بيجو بانتقال معظم الابتكارات التقنية في هذه السيارة الاختبارية الى موديلاتها الانتاجية بحلول عام الفين وستة وعشرين كما تأمل العلامة بان تكون رائدة في مجال الموديلات الكهربائية في اوروبا بحلول عام الفين وثلاثين لنشاهد انسبشن تظهر وجهات نظر بيجو الجديدة في تشكيلة الجيل القديم من السيارات الكهربائية نطلق على التصميم اسم فيلاين فيوتر اريد ان اشارككم اليوم احدث ابتكاراتنا التقنية هذا كائن يضم جميع سمات بيجو المميزة لتصميم المغناطسي والمتعة الغارزية وتجربة المستخدم السلسة تتميز انسبشن بالجيل الاخير من مقصورة القيادة اي كوكبيت مع نظام التحكم الجديد اي بر سكوير الذي يحل محل وصلات التوجيه الميكانيكية محور التقنية هو عجلة قيادة مستطيلة الشكل المستوحات من العاب الفيديو يمكن الوصول الى ادوات التحكم المختلفة في السيارة مثل التكييف ومستوى صوت الراديو عن طريق تحريك الابهام مع ابقاء اليد على المقود يعتبر الزجاج احد ابرز ميزات تصميف انسبشن حيث تبلغ مساحته 7.25 مترا مربعا وتستخدم بيجو زجاج ناريمة الذي يخضع لمعالجة اكسيد المعدن المصمم في البداية لتغطية اقنعة الخوذات لرواد فضاء نازا لتلميع الزجاج يمنحه النوافذ لونا اصفر مع الاحتفاظ بخصائصها الحرارية هذه التقنيات الحديثة تجعل القيادة ممتعة لجيل جديد وكأنها لعبة في الحياة الواقعية بيجو ستضعها بين اكديكم في اقرب وقت ممكن في عام 2026 أترجمة نانسي الـ